مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لأيام الأسبوع القادم بإذن الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقلية الأحوال المتوقعة يوم الأحد يطر انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاها أعلى من معدلاتها والأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام معدل حرارة العظمى في المناطق الشمالية 32-33 والصغرى بحدود 22 المناطق الوسطى والمرتبعات الجبلية ما بين 31 إلى 34 معدل العظمى ومعدل الصغرى بحدود 23 المنطقة الجنوبية ما بين 29 إلى 31-32 العظمى والصغرى بحدود 20 منطقة الأغوار والبحر الميت أجواء حارة ودرجات الحرارة العظمى بحدود 40-41 والصغرى بحدود 30 درجة العقبة أجواء حارة والعظمى بحدود 40 والصغرى 31 البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-24 وأرويش الأجواء شديدة الحرارة 43 إلى 25 درجة مئوية يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة نسبيا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها معدل عظمى في المناطق الشمالية ما بين 32 إلى 34 معدل عظمى في المناطق الوسطى ما بين 31 إلى 34 أيضا ومعدل عظمى في المناطق الجنوبية ما بين 29 إلى 31 والصغرى بحدود 19 الأغوار والبحر الميت أجواء حارة بحدود 40-41 معدل عظمى ومعدل الصغرى بحدود 30 العقبة أجواء حارة ومعدل العظمى بحدود 40 والصغرى 30 البادية الجنوبية الشرقية أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 25 وأرويش الأجواء شديدة الحرارة 42 إلى 25 درجة مئوية يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة نسبيا مع انخفاض قليل على درجات الحرارة تقترب من معدلاتها يعني الأجواء بتكون ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا بوجه عام في معظم مناطق المملكة وتنحصر الموج الحارة اللي أثرت على المملكة تدريجيا الحرارة العظمى 32 و21 في المناطق الشمالية في المرتفعات الوسطى ما بين 30 إلى 32 العظمى والصغرى 21 في المرتفعات الجنوبية ما بين 29 إلى 31 والصغرى 20 الأغوار والبحر الميت العظمى بحدود 40 والصغرى بحدود 29 درجة العقبة 39 إلى 30 أجواء حارة البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 و23 ومنطقة الرويشد أجواء حارة 41 إلى 24 درجة مئوية يوم الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة مؤدل عظمى في المناطق الشمالية بحدود 31 و23 المناطق الوسطى 30 إلى 21 المناطق الجنوبية 28 إلى 20 الأغوار والبحر الميت بحدود 38 و39 أجواء حارة والصغرى بحدود 28 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 36 إلى 24 أجواء حارة والرويشد 41 إلى 23 أجواء حارة وخليج العقبة انخفاض قليل مع بقاء الأجواء حارة 38 إلى 29 درجة مئوية يوم الخميس القادم أيضا أجواء صيفية عادية درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت للسنة المناطق الشمالية 31 و22 المناطق الوسطى 30 و20 المناطق الجنوبية 28 و19 الأغوار والبحر الميت 38 إلى 27 وأيضا البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34 و22 الرويشد انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة 39 و21 وأخريج العقبة 38 إلى 29 درجة مئوية يوم الجمعة القادم أيضا أجواء تقريبا صيفية عادية درجات الحرارة قريبة من وعدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في المناطق الشمالية 32 و21 مع ظهور السحب المنقفضة المناطق الوسطى 29 و20 والمناطق الجنوبية 28 و19 والبادية الجنوبية الشرقية 33 و21 الرويشد 37 إلى 21 وخليج العقبة 38 إلى 28 درجة مئوية إذن بعد يوم الاثنين إن شاء الله وبعد يوم الثلاثاء توالي درجات الحرارة انخفاضها لتعود يوم الثلاثاء والأربعاء وما بعد الأربعاء إلى أجواء صيفية عادية درجات الحرارة بتكون حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل وشاهدين أنا نتمنى للجميع السلامة شكرا لمتابعتكم وأنترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة